طيب نرجع كده لسنة 1994 ويمكن حضرتك كان لك علاج لمرض الصدفية ومرض البهاق وشفنا عدد من المشاهير الفترة الأخيرة اللي طلعوا وقالوا انه هم يعني عندهم هذا المرض الجلدي وقالوا انه هو يعني مفيش علاج ليه فرد حضرتك بوسعي الطب بتقدم كل يوم مفيش حاجة يسمين مفيش علاج بس فيه علاج بياخد وقت مش بس كده أحيانا استجابة جسم الإنسان بتختلف من واحد لواحد يعني أضرب لحكي مثلا ساعات مثلا أنا جيلي صدع أخد قرصين مسكن حد تاني ياخد نفس الدهو ده الصدع ما يروحش ياخد حاجة تانية فإذا هناك استجابة ما بتختلف من واحد لكن كل حاجة ليه علاج حاجة تفضلت وذكرت البهاق لأ طبعا البهاق ليه علاج وليه علاج حديث وبيعتمد على علاج الخلل في الجهاز المناعي البهاق هو عبارة إيه البهاق عشان الناس تبقى عارفة هو النصد الزيت في الجهاز المناعي وهو مرض غير معضي بينتق عن إن الجسم ييفرد الأجسام مضادة تحارب الخلل الصبعية الأدوية الحديثة حضرتك بتعتمد على أنها بتعالج الخلل فلما أنا بخلي جهاز المناعي يشتغل طبيعي تبدأ الخلال الصبعية تكون لون تاني يرجع اللون يبقى طبيعي وبتختفي أعراض البهاق والحالة النفسية مهمة جداً كمان يعني ما بقاش أنا متوترة وخايفة وألقانة ده كله بيأثر علي ممكن يزيد كمان الحالة أسوأ أتفق مع حضرتك والتخيالي دلوقتي احنا اكتشفنا حديثاً إن العمل النفسي بيأثر على علاج أي مرض يعني أنا لو عندي أمفلوانزة وباخد علاج طبيعي تاخد أسبوع عشر ايام لو أنا بتعرض لتوتر أو في حاجة بتزعاني ممكن المرض يمتد أسبوعين وثلاثة فأنا مع حضرتك العمل النفسي بيلعب دور مهمة جداً في تأسيه عليك ولكن الانتظام في العلاج الجيد بيخليها نخلص بالمرض بإذن الله خصوصاً بها أيها علاج السرطان بالذهب احنا برضو كل فترة بنسمع عن الموضوع ده ويمكن كمان حضرتك كنت متابع الموضوع ده ايه الجديد عنه؟ ده مشروع الحقيقة بدأ في المركز القومي البحوث بالتعامل على أستاذ الدكتور مصطفى السيد اللي هو صاحب الكتشافة الكلام ده بدأ سنة 2007 ومر بتجارب عديدة على الحيوانات لكن لغاية دلوقتي لسه موصلناش أو موصلوش مش أنا يعني أنا مش عمل اللي بعمل إليك الفريق البحسي للتجارب الإكلينيكية على البناء الدمين لأن طبعاً عشان أنا أقامل تجربة إكلينيكية على المريض على البشر دي لها الشروط صعبة مش سهلة لأن الإنسان ده مش حيان تجارب لازم فيه قواعد وبروتوكولات معينة